بده يجي يطلب مننا ان نفتح الطريق يتفضل يقف معنا وقبل ما يفتح طريق دار البيدر يروح يفتح طريق ارسال اللي يجيب لنا ولادنا منه هذا اللي بدي يقوله وهلأ بدي يقولكن البيان اللي قررناه بسم الله الرحمن الرحيم بناء على الاتفاق بين كافة الاهالي وبما ان الدولة اللبنانية لم تعيرنا اي اهتمام رغم كل التصعيد الذي تم لذلك قررنا الاستمرار بقطع الطريق في نقطة ظهر البيدر على ان نعلن لاحقا الخطوات التي سنصاعد بها ومنها خطوات قد تشكل خطورة على حياتنا كاهالي فالى كل المسؤولين المعنيين اقول من يريد حياة الاسرة واهلهم فليتحرك وبسرعة قبل ان نتحرك نحن فليتحمل المسؤولية والله يشهد على كلامي هم مسؤولون عن اي خطأ قد يجري من تحركاتنا وبحملهم كل المسؤولية لانه طباطقهم بهالشكل ها هو لعب يفورنا وطباطقهم بامور حل مشكلتنا نحن اللي هي مشكلة البلد كله هو لعب يخلينا نفقد عصابنا هو لعب يخلينا نتصرف تصرفات نحن اصلا لنرضى عليها ومش رضيين عننا وين بالموام بالمستقبل ممكن تكون تحركات شو المقصود تحديدا بقضية انه بتشكل خطر على حياتك ما بعرف بس تشكل خطر على حياتنا بيعرفوه شو المقصود وين مستقبلة ما عقول تكون تحركات مستقبلة رح تكون يتوجه وفد من الاهالي على الجرد مثل ما صار كل شيء وارد كل شيء وارد معلش يبدي اقول انا مرتولة البزال اتصرف التصرف اشرف من اشرف تصرف اتصرفه اي مسؤول بالدول يعني رح تطلع وفد على العالم كل شيء ممكن كل شيء وارد ومستعدين مش بس نروح على رسالة مستعدين نروح على جوة كمان وعلى رومي وعلى الاصر الحكومي وعلى وما بدكن كل شيء مفتوح قدامنا وكل شيء وارد في سبيل غيتنا اللي هي قضية كل لبنان معلش هلأ بقيين ومستمرين الى ان نلمس شيء بيأكد لنا وبيطمننا انه الامور تحلح لك ماذا فتح اتصالات بينكم حدا كرمان فتح الطريق اتصل فينا مسؤولين امين عم يترجوا علينا انه نفتح الطريق نحن نحن ناس من هيد الناس اللي وقفة على الطرقات نحن بناء على معطيات لقينها على الارض انسانية موجودة على طريق ترشيش فتحنا الطريق ما فتحناه كرميل حدا وبتمنى من اي مسؤول بدو يتصل فينا ما يتصل لانه راح يبايع اتصاله على الفاضي نحن فقدنا عصابنا وفقدنا يسطرتنا قبل ما يتصل فينا يفكر كيف بدو يطلع لأولادنا بس يطلعوا ان احنا نفتح طرقات شكرا هذا هو الوضع